لم يتوقع محمد أن يقع ضحية لعملية نصب فهو مصاب ولا يستطيع تحريك يديه لكنه رغم ذلك سلب جميع مقتنياته وملابسه وهاتفه المحمول ومبلغ من المال لا يمتلك سواه فكيف يستغل المحتالون احتياجات الناس نتابع النقاش بعد تقرير واء العادل ككثير من السوريين يحلم أبو عبد الله الخروج من هذا الوضع ومن هذا المنزل هنا في تركيا والعودة أو لقاء أسرته في سوريا التي افترقت عنه منذ خمس سنوات لكنه أثناء طريقه في البحث عن حلمه واجه عملية نصب جعلته يخسر كل شيء لنتابع التفاصيل شلعني كل شيء كل شيء ما خلي معي شيء والشكوي لله وانا كل ما عب صلي عب ناجي رب العالمين فيه من فترة تشي اسبوع اتعرضت لعملية نصب اجاني واحد بسلوب انه على اساس بدي يساعدني لوجه الله تعالى انا كنت عبحدث البيانات بدوس دبا بعد ما طلعت من التهديس اجاني على اساس بدي يساعدني لوجه الله عز وجل اتعرف علي على منين انت حضرتك عني انا قلت له مريف حماية جنوبة من بلدة عقرب اجى الزلم يقل لأهلين ببلوت قل لأنا من قلعة المضيق ادعالي اسمه محمود وبيقلوله أبو عادل عبيسألنا شو بتشتغيل قلت له انا بشتغل منشرة خشب وروحت ايدي بالمنشرة والحمد الله رب العالمين قال بدي ساعدك لوجه الله عز وجل قلنا له تمام قال في عندي انا بشتغل هو عن هذا ابو عادل قال بشتغل مع عن طريق الامم المتحدة بالمساعدات وما مساعدات بنزلوا مساعدات لمخيمات بريف الشمالي يعني بسورية طبعا وانتي من عنا من حمود يزبطك معنا بهالشغلي قال له والله كويس قال لي بتاخد بالشهر راتب 16500 وانتي كو وضع ايدك هيك بتطلع بس عليك تعد الكاراتين المساعدة قال له كيف أخوي وقال قال له تمام ايه ما فينا نبلش الشغل خلي هاليوم هاليوم بدأ تنزل قافلي عا سورية قلت له كويس يعني اطلع معك اليوم انا ببلش شغل قال لي استنى هالي دغيرة كاماش التليفون هيك دقلا واحد بيقلوله ابو علي عا بيقلوا هذا من عنا الشب وهذا بدي يساعدوا لوجه الله عز وجل ايده رايحة بدك تزبطننا اياه معك خلي بتروح تضب شوفي عندك غرات شوفي عندك اتياب بتجيبين لقدام مشفياشة بتلاقيني هونيك انا عا بستنى بتجيبين كاما اتياب وفي وراق هيك وراق مشفى وراق بور طبية وكارت مشان معالجات الفيزيائية المشفى مجاهد لار هون اسم عند المشفى كل شوي بدك اللي عا الطريق هو الزلم كبير عمروشي خمسين سنة هو شو حاطت رقمه حاطت رقمه خاص بس انا فتك المعلومي انه قلي الامم بتعطيك هلا هذا خطك بتغيره بتعطيك رقم امريكي انا فيني دقلك بس انت ما فينك تدقليه وصلت قدام المشفى مشفياشة امكا انساعد عاش وخمسي استنيت انا بغلا يدقلي انا ما فيني دقله لان حاطت رقمه خاص قلي هلا حكيت مع هذا ابو علي انه شوفي معك مصاري شوفي معك تليفون كلي نوين بتخبيهم بالشنة لان ابو علي مستقعلى مني برتبي كل يس انه مقرر بدو يصرفلك هلا قل فين ليرة انا قيل له هادا قريبه جاي من اسطنبول ومقطوع مام عولا ليرة قلي شوفي معك بتخبيهم بالشنة هون كان معي مبلغ مصاري كانوا ثلاثة لوف وكان معي التليفون كلهم حطيتهم بالشنة ايجيتنا التاكسي هو طلع من قدام انا طلعت من ورا عاد طريق ما مشينا 200 متر ولا دقل له تليفون مين دقل له هادا ابو علي الاعلم انه برتبي على اساس قل له بتجيب لي بطريقك من قناش عدة الارقيلة معين ابو عزيز اخذنا عا قناش ما باف انا منطقة قناش هاي ما ماشي فيي كتير طلعتون نزل وخلي نزول عمي بس شوي خلي شايف الباب هداك الاخضار قدامه زيتوني قلت له ايه خلي هداك ابو عزيز بس رول عنده دق الباب انتي وقل له ابو علي بدو الغراب اللي وصيته عليه انزلت انا هو قال ما فينو يمشي زيادة عندي اتنات وين بالسيارة انزلت من هون رقيت قطعت ايه انا قطعت ضربت عيني وارا مشيت السيارة تاكسي قلت انا معقولي يعني فيه هو الطريق زيابه اياه معقول يرو يدول ويرجع بديروه دق الباب هون اخوائنا رهد دقيت الباب والله طلعتلي على اساس رايه رايه لعن ابو عزيز والله طلعتلي حرمي تركيه البيت طلوا اصحابه اتراك وحاسبي الله ونعم الوكيل فيه والزلمانه يعني صغير يعني وهذا الوضع قدامك كله شايفتوا يعني انا عيالي اولاده بسورية وانا انجبرت ارجع لتركيه مشان وضع المعيشة تبعه يا ربت عليك يعني مو مشان لثلاثة الاف في ثلاثة الاف فيه الرابور الطبي فيه باخد عليه مساعدي فيه وراق مش فعنا انا هذا يعني الله يعزك هذا لك تشلعني كل شي كل شي ما خلم عيشي والشكوي لله وانا كل ما عب صلي عب ناجي رب العالمين فيه بس عبستخوى علي انا مسلا شايف وضع ايدي عبستخوى علي يعني شايف وضع ايدي عبستخوى علي استخوى لواهد معا